اشتركوا في القناة 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 نريد أن نغسل الماء. ضروري ما كان نمسح من تحت هذيك العيبة اللي كان نحطاك لها الماء نتيجة تقطرو. وإلا كانت عندي سير دا ما نشفاش كان نبدلها بوحدة أخرى جديدة. وكان نمسح من تحت الحكاك ديال العطرية. ضروري هذا الروتيني يومي. كان نمسح البوتاجي كامل. وتحت من أي حاجة محطو طفق البوتاجي. باش يبقى لي هكا يا بوتو جوغ البوتاجي دي ما يكون عندي ينقي. بالنسبة للناس باش كنغسل الماء. كنغسل بها دوني سيترون. صراحة هو في شكل القراحسي. كيرغوي مزيان كخلي روي حزوينة في الماء. غير شوية منه كيرغوي. هانتما كما تشوفوا في تاليته. هو يكنستعمل دي ما. جربت كل شي هو يكنستعمل. سيتاري. اشتركوا في القناة 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 و هل تستطيعون أن تضعهم إلى الطياف و أضعهم زيت و كفاسير و كفاسير و كفاسير و زبداء و فرماج و يجبون أن يكون لديها مجموعة حدايا و ليس لديهم كل مرة أعود و لقد أضعهم فيها و أعودهم و يجب أن يكون لديهم مائة و مصنع و أن نضعهم في حال البارد و نضعهم على بره أخذت هذه المشاريات المطبخ جديدة أخذت المشاريات المطبخ جديدة أخذت المشاريات المطبخ جديدة أخذت المشاريات المطبخ جديدة وأخذت المشاريات المشارية المبلغة أتضع الكرم والسطنية سوف نتحدث عن هذه المقيلة عن السيراميك مهم أن تشربت الشرطات لأخذها قليلاً لأنها تكون بيضة ولكن ضروري مع الاستعمال تبدأت تشرب لأنها تبقى صحية بالنسبة لكي يطيب هكذا السيراميك ويطيب المقالي مأطي شعب البيض كبده في المقلة لا داند في المقلة ويطيب المقالي من الأحسن أن تأخذ السيراميك لأنها تبقى صحية على الطفل لأن الطفل يتحرك ويطيب تقشر والطفل غير صحي ويكون مسموم مهم سوف نساعد المسيح سوف نتحدث عن هذا وسوف نتحدث سوف نشارك معكم أكيد سوف نعرف سوف نتحدث عن المقيلات سوف نضيف بردوية جيف سوف نتحدث عن كل شيء سوف نضيف هذا سوف نضيف سوف نتحدث عن المقلة سوف نضيف سوف نضيف سوف نتحدث عن المقلة سوف نضيف سوف نضيف سوف نضيف لأنه سوف نضيف هذه المقلة سوف نضيف بالنسبة لطريقتي انا كناخد هكايا الحلفة دي الماعن الجيهة الحرشة البونجة دي الماعن الجيهة الحرشة هي باش كنحك فيها بالاول كندير رغير شوية هكايا ديال اوني مع شوية الخل وكنحكم زيان باش لكانت هكايا شي حاجة مكفحة في حالي فتلاجة ديال الماكلة او لاشي طبعاها كايا في فتلاجة كنحكها مزيان وكي سهل عليها انني نحيدها عاد من ومن بعد كن ندوز سريبتا بالخل في البنان انا ساليت المسيح ديال التلاجة من بعد اما درس الخل او التاني في التالي ممكن انكم تصغنوا وعلموا يعني غير شدو السريبتا ديالكم تبصلوها مزيان وتقطروا عليها الخل مزيان مزيان وتمسحوا غير بالخل بلا ما اذا كنت هكايا التلاجة ديالكم من قيمة ممكن تستعملوا يعني تديروا الماعات التاني مع الخل انا كندير غير الخل الصراحة حيث الخل يخلي لي هكا يرويح زوينة يعني يرويح معقمة في التلاجة كيقضيع للروائح الكريهة اللي كتكون ديال الاكل في التلاجة كيقضيع البكتيريات كل شيء يعني يعني هو الصراحة ممكن محسن منه بالنسبة للتلاجة في المسيح وفي التعقيم دهما صفي انا سريسة التلاجة من التعقيم والمسيح صفي غادي نخليها هكايا محلولة باش تهواليا كما قلت لكم كيقضيع الباب اخويس ومسحسوح حيث عندي قيمة ديالش فيه حاجة ازعمالي كثيرة غير شوكولات وككشي وكشي دوا هكايا والحليب وكشي مايونيز كيتشاب وصوص باربيكو قبل ما نبدأ نغسل الزيتاجر دهنت كما قلت لكم قبل سوف نحك المقالة بـ هذا البروذوي دهنت المقالة هكايا بـ هذا البروذوي من على بره سوف نحكيه هكايا ما بان مساعدات تلاجة للتلاجة في الغسيف تقريبا 1-3 ساعة أو 1 ساعة قبل ما خليتهم مشي مشكيه يعني مزيان تخليها يعني تلقيها كيف الفعالية دياله في المماغن عادة تبدو تحكوه بالجيكس الرقيق صافي دعبة غدي ندوز باش نغصل لزيتاجة ترجمة نانسي قنقر 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 اشتركوا في القناة 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 سوف نضغط هذه الجومة إذا كان لديكم الميكسور الذي يتحن في الطنجرة سوف نضغط هذه الجومة سوف نضغط الخميرة المعجونة نضغط ملح سوف نضيف معلقة صغيرة سوف نضيف معلقة كبيرة سوف نضيف سكر سوف نضيف معلقة كبيرة سوف نضيف الزتر اي أعشاب منسيّة لكم يستعملون هوا قد ازيار , ازعصار هخباق تحديث مع الزتر لا يمكنك استخدامها في الزتر فنضيف مع الزتر نضيفها سوف نقوم بحكم البنية بحسب الضوء مهمة للبناء و سوف نزيد معلقة كبيرة نضيف الزيس نضيف الزيس سوف نضيف الزيس واقف الزيس لذا سوف نضيف الزيس يجب أن نعوضها بالمدافئ يجب أن تجمع لنا الجينة يجب أن تجمع لنا الجينة يجب أن تجمع لنا الجينة يجب أن يقومون في كل خبز ويجب أن تجمع لنا الجينة وكي يكون هذا هو الشكل النهائي الخبيزة ستياولي كي يأتيوا هكيا على هاد الشكل زي انتم هكيا بالموصب على شكل الشريطات هكيا كي ما كتشوفو على هاد الشكل كي يأتيوا الصراحة غزالين أرتي طبين من الداخل ومقرمشين من على برة سمحوا لي يا لبنات ما اشتركت معكم لبارسي ديالتقراص ديال الخبز مشاتلي الصراحة صورتها لكم ولكن مشاتلي فجيت ندر المونتاج مالقيتهاش صراحة هاد الخبز كينفاع بزاف ايو لكم عندكم شي عزومة اعراضة ضياف بغيتوا تزوق هكا الطبيلة اليومية ديالكم مع الفطور هكا ياترافقوه مع اليسوب ديالكم كي يجي غزال هاد الخبز هذا لف الشكل دياله ولف المعداق دياله صراحة وديك الريحة ديالتوما صراحة يا سلام كجغزالة لكن نصحكم انكم تجربوا فهنا يا لبنات سيوقف الفيديو ديالي ديال اليوم ونتمنى اللقائكم في فيديو اخر على القناة ان شاء الله في احوال طيبة ومتنسوش انكم تدرموا القناة بليبوس بلو بلايك وتشتركوا على القناة فكل شي لتشجيع ديالكم والقناة لا تكبر الا بكم وبالدعم ديالكم ونقول لكم باي باي ولقاكم في اوقات طيبة ان شاء الله مع السلامة اشتركوا في القناة